بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة العوامل المؤثرة في قرارات التسعير The factors affecting pricing decisions العوامل دي توجد عوامل داخلية واخرى خارجية كما في الشكل التالي قرارات التسعير العوامل الداخلية مثل الأهداف الاستراتيجية للشركة تنظيم عملية التسعير خصائص الشركة تكلفة إنتاج الوحدة ربحية العميل المخاطر التي تتعرض لها الشركة دي كلها عوامل بتحدث داخل الشركة بتؤثر في قرار التسعير النوع الثاني عوامل خارجية دي بتحدث خارج الشركة زي طبيعة السوق والمنافسة دي حاجة برا الشركة ما نقدرش نتحكم فيها مرونة الطلب دي حاجة بتحدث في السوق الخارجي خارج الشركة التشريعات والقوانين طبعا اللي بتفرطها الحكومة دي خارج الشرك قرار التسعير باستخدام تحليل التكاليف الحدية price decision by marginal cost analysis قد يعتمد التسعير على التكاليف المتغيرة التي يجب تغطيطها من السعر وإلا تتوقف المنشأة عن إنتاج فالحد الأدنى للسعر يجب على الأقل أن يغطي التكلفة المتغيرة منطق بيقول أن التكلفة المنتج المتغيرة دي الحد الأدنى اللي أنا أبيع بها لأن ما أقدرش أبيع بعقل من التكلفة المتغيرة لأن التكلفة السابتة كده كده سواء بيعنا ما بيعناش حنتحملها وبالتالي في ده الكلام ده ينفع فين اللي احنا بنقوله ده الأجل القصير لأن في الأجل الطويل بعد كده لابد أن الحد الأدنى للسعر ما يكونش التكلفة المتغيرة بس يكون التكلفة المتغيرة ويغطي كمان بالإضافة إلى ذلك التكلفة السابتة ويغطي كمان مبلغ يعتبر بالنسبة لنا ربح المبادئ التي يرتكز عليها تحليل التكلفة الحدية لرسم سياسة الأسعار عندي مبدأين المبدأ الأول أن التكلفة المتغيرة لوحدة الإنتاج تحدد الحد الأدنى لسعر البيع فلاس هناك داعي في الاستمرار في إنتاج منتج معين إذا كان سعر البع يقل عن هذه التكلفة التي يمكن توفرها بالتوقف عن إنتاجها وهذا المبدأ يفسر لنا تحديد سعر تصدير المنتجات في الأسواق الخارجية بأقل من التكلفة الإجمالية المتوسطة للوحدة ما دام هذا السعر يزيد عن التكلفة المتغيرة لهذه الوحدة المبدأ الثاني أن سياسة الأسعار واتخاذ القرارات بصددها تشمل كأي سياسة أخرى الدراسة والمفضلة بين البدائل المختلفة ومهمة إدارة التكلفة هذا الصدد هو توفير البيانات التكلفية في الشكل المناسب الذي يمكن إدارة المنشآة من اختيار أفضل تجميع اقتصادي بين أسعار منتجاتها وحجم تشكيلها البيعي بهذ يغطي التكاليف الثبتة الدورية تاركا ربح يحقق أفضل عائد لرأس المال المستثمر ترجمة نانسي قنقر